اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية ناجيب ميقاتي أن العدوان الإسرائيلي على الصحفين في حاصبيا فصل من فصول جرائم الحرب الإسرائيلية هذا وأوضح ميقاتي أن العدوان المتعمدة على الصحفين هدفه ترهيب الإعلام للتعمية على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وتدمير لفتا إلى أن لبنان مصممة على وقف إطلاق النار وردع العدوان وتؤكد التزامها بالقرار 1701 دون تعديل